موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان ولسا مكملين مع حضرتكم في الجزء الأخير من الأهلي الليلة والجزء الأخير اللي بيكون معايا بيكون خاص به الكرة العالمية طبعا في البداية خبر يمكن أو لاعب كرة قدم هو علي غزال نزل على الإنستجرام الخاص به أنه بينهي تعاقده مع نديه الأمريكي وبالتالي بيصبح لاعب حر لكن علي غزال كتب على حسابه الشخص الإنستجرام كتب أنه لقد كان أمرا سعيدا أنا أكون جزءا من النادي شكرا جزيلا للطاقم الفاني واللاعبين والجماهير الذين رحبوا بيه في تلك الفترة أتمنى لكم حظا سعيدا في المستقبل هذا لنادي موايت كابس المشارك في الأمل أس الدوري الأمريكي طبعا علي غزال بينتظر وجهته القادمة هنشوف علي غزال ينتقل في الفترة القادمة أو في انتقالات شهر يناير زي ما حضراتكم عارفين أن الدوري الأمريكي مش بيبدأ بانتظام زي الدوري المصري أو الدوري حتى الأوروبي وبالتالي علي غزال لازم ينتظر إلى شهر يناير ليتم قيده في أحد الأمريكي سواء في مصر أو في أوروبا طبعا يعني بنتكلم أيضا على أخبار خاصة بلاعبين المحترفين المصريين وبالأخص محمود حسن تريزيجي كالعادة ضمن أفضل أو ضمن أفضل لاعبين في الدوري التوركي وطبعا زي ما احنا عارفين الموقع الشهير هو سكورد حط تريزيجي في تشكيلة أفضل 11 لاعب في الجولة الأخيرة في الدوري التوركي تريزيجي واحد من أمهر اللعيبة وأكتر اللعيبة اجتهادا في مسيرته سواء مع منتخب مصر أو مع فريق أسن باشا التوركي نتمنى كل التمني إن شاء الله أن تريزيجي سواء شهر واحد أو بنهاية الموسم أنه ينتقل إن شاء الله إلى نادي في أوروبا بنتكلم في أوروبا من الدوريات التلاتة مش هقول الخمسة لكن أتكلم على الإنجليزي الأسباني الإيطالي أو حتى الألماني يعني أكيد طبعا ألمانيا واحدة من البلاد القوية جدا على مستوى بطولة الدوري لكن وجود تريزيجي أكيد في أربع دوريات زي دول يعني بينقله نقلة تانية تماما بيبدأ إن الأنظار كلها تبقى موجودة معايا مشكلة تريزيجي ووجوده في الدوري التركي إنه مش يعني بالقوة ولا بالمتعة اللي احنا ممكن نتابعها في الدوريات الأخرى يعني حتى الدوري الألماني على قد ما أنه هو قوي لكن بيبقى فيه بعض يعني عدم المتابعة من الجانب المصري ومن جانب الجمهور المصري بسبب أنه ما عندناش غير البايرن وما عندناش غير بروسيا وكمان ما فيش النجوم اللي تشد الجمهور للدوري الألماني عكس الدوري الأسباني اللي فيه اللي كان فيه رونالدو وموجود في ميسيو وموجود في كوتينيو وموجود في ريال مادريد وبارشلونا وأتلاتكم مادريد جريزمان وديجو كوستا وسيميوني مدير فني وفالفيرديو بنتكلم على وجود زي دان قبل كده وبالتالي كرة الأسبانية أكيد هي بالأرقام هي أفضل كرة في العوام الأخيرة الإنجليزي وحلوته وقوته ودائما المدرجات اللي دائما بتبقى ممتلئة عن آخرها الدوري الإيطالي وميلا ولاتسيو وروما ويوفنتس والإنتر ونابولي وغيره وغيره من النجوم والتاريخ اللي موجود في إيطاليا فنتمنى إن شاء الله أن تريزيجي يكون موجود في إحدى الدوريات الكبرى العالمية يعني نبدأ معكم أكيد بالأخبار اللي كلنا بعد ما كنا موجودين معكم يوم السبت وكنا بنتابع أحداث مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت او ريفر بليت وبوكا جونيورز والمباراة الأولى اللي امتهت 2-2 في البداية المباراة كانت يوم 10-11-2018 دي المباراة الأولى اللي كانت على ملعب اللابان بونيرا ملعب بوكا جونيورز وبسبب هطول الأمطار الغزيرة تم تأجيل المباراة ليوم واحد التي قام يوم 11-11-2018 المباراة بالفعل اتلعبت اتلعبت كانت الأجواء سخينة برا الملعب لكن هادئة على مستوى الشغب هادئة على مستوى الاحتكاكات وبالتالي المباراة انتهت 2-2 بدون أي مشاكل تماما بين اللعيبة بين الأجهزة فنية بين الجمهور واللعيبة بتكلم على جمهور بيوكا جونيورز ولعيبة ريفل بليت طبعا المباراة التانية أو مباراة العودة مباراة كوبا لبرتادوريس نهائي كوبا لبرتادوريس البطولة الأعظم في أمريكا الجنوبية البطولة اللي بدأت سنة عام 1960 واللي منذ انطلاق البطولة لم تشهد أي نهائي ما بين بيوكا جونيورز وريفر بليت لكن يشاء القدر 2018 ان النهائي يكون ما بين بيوكا جونيورز وريفر بليت علشان المباراة التانية اللي مفروض كانت تتلعب يوم السبت الماضي مباراة العودة اللي كانت موجودة في ملعب ريفر بليت يبدأ أحداث شغب يبدأ أحداث عنف ما بين الجمهور الريفر بليتي ولعيبة بيوكا جونيورز احتكاك بالحافلة أو بالأوتوبيس اللي بينقل اللعيبة إلى ملعب المباراة إصابات للعيبة فري بيوكا جونيورز غاز في كل حتة اللعيبة مش قادرة النهاية تتنفس في جوة الملعب مقفولة عليهم في أوضة ما فيش أي إصعافات غير من خلال النادي ما فيش أي تدعمات من جانب ريفر بليت طبعا الأجواء كلها سخينة والأحداث سخينة جدا جدا لكن حصل بعض الضغوطات على لعبي فري بيوكا جونيورز والجهاز الفني والجهاز الإداري في النادي إنهم يلعبوا المباراة والمباراة أجلت لمدة ساعة والمباراة كانت في طريقها إلى نقطة البداية وضربة البداية لكن كلنا سمعنا وشوفنا التصريح النارية من داخل غرف خلع الملابس كلنا شوفنا كارلوس سيفيز الأسطورة الأرجنتينية واحد من أهم اللعيبة اللي موجودين في بيوكا جونيورز بيطلع يصرح ويقول إن إحنا مجبرين على اللعبة إحنا مش في ظروف صحية أو نفسية جيدة تخلينا نلعب المباراة وبالتالي كمان تشولفرت الحارس الأسطوري الأرجواني أه البراجواني تصرح وتكلم قال إن رئيس الاتحاد الدولي كروت القدم يفضل مصلحته الشخصية ومصلحة التسويق والإعلانات على سلامة اللعبة زي ما حضراتكم شايفين قدامكم ده جزء من أحداث الشغب الخطيرة جدا والغير أخلاقية من جانب فريق ريفر بليت اللي أنا كنت على المستوى الشخصي كنت خايف إن المباراة الأولى لكن المباراة الأولى عدت على خير عدت بسلام عدت بأمن على كل اللعبة اللي موجودين داخل الملعب لكن زي ما حضراتكم شايفين بصراحة لا فيه سلوك ولا فيه روح رياضية ولا فيه التزام ولا فيه أي حاجة ده اسمه طبعا همجية دي اسمها عدم احترافية دي اسمها إن أنت بتصدر المشهد السلبي فقط لبلد الأرجنتين من خلال لعب كرة القدم على الجانب الآخر دي غرفة خلع الملابس الخاصة ببوكا جونيوز بعد ما سمعنا يعني وتكلمنا فيه إن كان فيه إصابات كتيرة جدا وكان فيه بعض الإختناقات اللي موجودة من الغاز اللي كان منتشر في كل أنحاء ساحة ملعب ألماء وبالتالي زي ما حضراتكم شايفين ده فيديو من داخل غرف خلع ملابس بوكا جونيوز علشان يبينينا الإصابات اللي موجودة وحالات الإختناق طبعا دي مباراة قرق قدم في الأول وفي الآخر المنظر اللي حضراتكم شايفين ده منظر ما ينفعش الأوتوبيس ما ينفعش الأوتوبيس يترمى ما ينفعش أي دولة في العالم إن تسمح لجمهور موجود جاي يتفرج على لعبة قرق قدم هي منافسة وليست خصومة علشان قاطر في الأول وفي الآخر فريق يكسب حضراتكم شايفين ما فيش أي دولة في العالم ما فيش يعني بنتكلم على أقدر بيات اللي موجودة في العالم ده سوبر كلاسيكو على عينه على رأسنا لكن سوبر كلاسيكو في الإطار اللي مسموح فيه إن أنت تتعبر عن رأيك داخل الملعب وخارج الملعب بالهتاف فقط لفريقك إن أنت تتحمس فريقك إن أنت تتكلم عليهم بشكل جاي الفيديو اللي قدام حضراتكم ده يعني برضو بيبين إن اللعيبة اللعيبة وهي داخلها ده كارلوس تيفيز داخل غرف خلع الملابس من نزوله للحافلة أو الأوتوبيس النقلة للفريق مخنوق يعني مش بيصدقين الوضع والغاز اللي مضروب في كل حتة والموضوع أوفر يعني الموضوع أوفر وكمان يعني تخيلوا حضراتكم المفهود إن كان التدعيم اللي موجود 2100 شرطي هم اللي كانوا بيشرفوا على تأمين المباراة لكن مع تأجيل المباراة إلى أجل غير مسمى والاجتهادات اللي إحنا سمعناها إن المباراة احتمال تكون 18 وكمان في دولة خارج دولة الأرجنتين وإن لو اللو المباراة هتتلاعب في الأرجنتين هيتم تأمينها بالكامل عن طريق الجيش الأرجنتيني ودي أكيد يعني في سمعة الأرجنتين وإن إحنا بنشوف كأس عالم 20-30 الأرجنتين عايزة تنظم بطول الكأس العالم ده تماما بيديها نقاط سلبية جدا 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 لدى البلاد اللي هتصوت لصالح الملفات المقدمة لدى الفيفا لاستضافة مونديال 20-30 منظر ده قدام حضراتكم ده رئيس نادي ريفر بلاي كان بيسجل في إحدى القنوات الأرجنتينية لما كله عرف أن الجمهور نزل أرض الملعب أو نزل غرف خلع الملابس وفي الغرف أو في اتجاه اللعيب بوكا جونيوز رئيس نادي على طول فلق وجري وحتى ما كملش يعني نقطة ولا كلمة واحدة للصحافة أو للتلفزيون الأرجنتيني وأكيد كان منظر يعني منظر يعني لا يمط بصلة إلى روح رياضية ومنظر لا يمط بصلة إلى مباراة قرية القدم هي مباراة خرجت بارة إطار قرية القدم مباراة مصارعة حتى مباراة المصارعة ما بيكونش فيها المنظر اللي حضراتكم شفتوه أي حاجة يو افسي بقى بنتكلم على كيك بوكسنج بنتكلم على ملاكمة عمر المباراة كرة القدم ما شفناها بالمنظر ده لكن في الأول وفي الآخر زي ما حضراتكم عارفين بعد المباراة أحداث كتيرة جدا باتستو تتكلم ومرضونا ده الجزء اللي كنا نتكلم فيه الحلقة اللي فاتت عن كيفية تهريب الشماريخ لجمهور ريفر بليت عن طرير أطفال الصغيرة تخيلوا حضراتكم ان جمهور ريفر بليت بيتاجر بالعيال الصغيرة في ان هي تهرب شماريخ في اللبس زي ما حضراتكم شايفين يعني ده يعني لا دين ولا جنسية ولا انتماء ولا اي حاجة في الدنيا تسمح ان انت تجيب ولد صغير تلف حوالين بطنه يعني بتاع بنتكلم في كام شمروخ كام شمروخ يعني لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله انا عارف ان ممكن حد يقول لي انت مكبر الموضوع لكن لا الممكن في اي لحظة حاجة تحصل بعد الشر الطفل اللي اللفف حوالين بطنه الشماريخ دي يحصل له اي حاجة انا مش اقولك ناية انفجر هي مش ديناميت لكن ممكن بعد الشر يحصل له بعض الحروق اللي تعمل له عامة مستديمة في حياته المستقبلية بتبقى سبب بسبب مباراة كل القدم في الاول وفي الاخر انا بروح اتفرج علشان استمتع هي مش تعصب اللي فاهم كل القدم تعصب يبقى فيه حاجة مش وصله له حب النادي وحب الانتماء اللي موجود ده طبعا حاجة تحفة وحاجة روعة لكن الانتماء لما يتحول الى التعصب مميت ومدمر بيبقى هنا عيب وبيبقى هنا سلبية كبيرة جدا جدا على الفريق كلنا بنشوف النادي الاهلي ازاي الجمهور بيحبه ازاي الجمهور بيغير عليه لكن جمهور النادي الاهلي جمهور واحد جمهور عارف حبه الناديه عمره ما هيضر الناديه وعمره ما هيجيب اي حاجات سلبية على الناديه وكمان لما بيتم هنا مبادرة احنا بتكلم مع الجمهور بالالتزام في اطار معين كل بيلتزم لكن المنظر او الفيديوهات اللي حضراتكم شفتوها دي لا تمت بصلة تماما او لا تمت باي صلة تماما الى مباريات كرة القدم بعد المباراة شفنا كلنا الكلام على ان هل رئيسة حد دولي موجود او هو جزء من المنظومة المنظومة اللي ضغطت على فريق بوكا جونيورز علشان يلعبوا المباراة وللأ كمان كلنا شفنا ان انفنتينو بينفي الكلام ده وبيقول انا مليش اي دعوة بتأجيل المباراة او حتى ان انا كنت ضغط على نادي بوكا جونيورز او ضغط على الاتحاد امريكا الجنوبية اللي هو القوم يقول ان هما يقيموا المباراة بعدها بساعة لكن قرار الالغاء يعني مرادونة اتكلموا قال ان رئيس دولة الارجنتينو طبعا بيهجموا بيهجموا بيقولوا ان انت السبب في حدوث هذه الكوارث من فقر وعدم وجود نظام وان الفساد موجود في كل حتة في كرة القدم وبالتالي هنا بنقول ان مرادونة دايما سخنة بتصريحاته مرادونة دايما لازم يكون وجهة مشرفة للعب كرة القدم ولازم يكون عنده السلوك الحضاري حتى في انتقاده لرئيس الدولة اللي هو بيمثل دولة الارجنتين اللي هو في الاول وفي الاخر يعني كل الاطراف اللي موجودة هم المراية العكسة لدولة الارجنتين في كل العالم اللقاء ده كان منقول في كل حتة في العالم فبالتالي لما نشوف المنظر زي ده اكيد عمرنا ما نفقد ان نروح نتفرج على مباراة في الارجنتين كلنا هنبقى خايفين واحنا حتى لو فيه من الايام عندنا سياحة عندنا رحلة سياحية عندنا رحلة الولمبيات لعبتنا مسافرين عندنا اي حاجة حتى مع 2100 شرطي بمتكلم على 2000 شرطي مدعمين بكل الوسائل اللي ممكن يحاربوا بها الشغب فشلوا في ان هم يمتصوا غضب جمهور ريفر بليت ان هم يحموا حافلة بوكا جونيورز وبالتالي بمتكلم على منظر سايق جدا كمان زي مولتر حضاركم 20-30 الارجنتين بتسعى الى اصداف البطول الكأس العالم وانا اعتقد ان حدث زي ده في مباراة مهمة تخلح حضاركم الارجنتين لو بتلعب في 20-30 في الارجنتين وصعدت نهاية كأس عالم والمنتخب مثلا الارجنتين والبرازيل وفي بقى حضاركم عارفين العداوة اللي موجودة بين المنتخبين ايه هيكون مصير المنتخب البرازيلي ايه هيكون مصير المنتخب البرازيلي في حاجة زي دي وكلنا اكيد جربنا وشوفنا مصر والطوبة الشهيرة في تصفيات كأس العالم اللي حرمتنا ان احنا نكون موجودين في بطول الكأس العالم بسبب ممكن تصروا فردي واحد باستخروا حضاركم دول جمهور كامل كله على بعض فشل ان هو يطلع شكل الارجنتين بالشكل اللي حضاراتكم شفتوه وبالتالي يعني كلنا بنأمل وكلنا يعني نتمنى ان المباراة اللي جاية سواها تقام في الشرق الاوسط ويقال ان طبعا احدى المرسلين في قنواتنا العربية كان بيقول ان هو سمع مرسل في التلفزيون البرازيلي انه اقترح ان المباراة ممكن تقام في الشرق الاوسط وبالاخص دولة الامارات وبالاخص مدينة ابو ظبي كمان استعداد مدينة ابو ظبي لاقامة كأس العالم للاندية وبالتالي هم عندهم كل مقاومات النجاح في اصدافة مباراة قوية كمان هتكون اكيد وجود جمهور ممتلئ في المدرجات بالليه طبعا سخونة المباراة وسخونة اللقاء اثنين اثنين المباراة الاولى والنهائي كوبا لبيرتادولوس مش حاجة يستهان بها حتى جمهورنا العربي جمهور بيفهم في كرة القدم فهيروح يتفرج على المباراة اعتقد ان ده افضل حل لو تمت قامة المباراة خارج البلاد بسبب اعمال العنف والشغب وكمان حفظا لسلامة الفارئين لكن هل بقى ممكن نشوف ان الجمهور الارجنتيني ممكن يسافر الى احدى الدول الشرق الاوسط ويعمل نفس الشغب اللي كان بيعمله انا اتمنى ان هم اصلا ما يسمحوش بوجود الجماهير الارجنتينية القادمة من الخارج لكن زي ما قلت لحضراتكم اللقاء لحد الوقت مؤجل لاجر غير مسمى بعض الكلام اللي بيقال ان احتمال تقام يوم 8-12-2018 خلصنا البطولة وخلصنا كوبة الابرتادورس وتكلمنا عنها بما فيه الكفاية هنروح لجائزة مهمة جدا وهو يعني من لعبي كرة القدم المصريين اللي اكيد بيشرفونا فخر لنا كلنا كمصريين وفخر لنا كلنا كعرب سواء مع منتخب بلاده منتخب مصر او مع فريقه فريق ليفر بول في الدورية الانجليزي بيحطم ارقام قياسية كل يوم ماشي بشكل كويس جدا ثاني هدف في الدورية الانجليزي حاليا برصيد سبع هدف يعني فرق هدف واحد بينه ما بين سيرجيو اجويرو وكمان بنتكلم على انه فريقه في المركز الثاني في الدورية الانجليزي بفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الاول فريق منشستر سيتي هو اللعب المصري المميز جدا محمد صلاح اللي بيحصل على جائزة الرياضي العربي المتميز وكمان بسم الله ما شاء الله بيقترب من لقب الافضل في افريقيا العام 2018 ناخد الشق الاول وهي جائزة الرياضي العربي المتميز اللي بيمنحها طبعا يعني اعلى المجلس الامنا جائزة محمد بن راشد المكتوم للابداع الرياضي احدى مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية مبارح حصول محمد صلاح على جائزة الرياضي العربي المتميز لعام 2018 الجائزة تم منحها لمحمد صلاح صباح اليوم وكمان زي ما احنا عارفين ان محمد صلاح فاز بالجائزة كونه حقق ارقام قياسية وحقق مع فريقه الموسم الماضي سواء بصعوده الى نهائي دوري الابطال امام ريال مدريد وكمان فاز بافضل لاعب في افريقيا نسخة الاخيرة هداف الدوري الانجليزي واحسن لاعب العربي بالتالي يستحق محمد صلاح الجائزة بكل تقدير محمد صلاح طبعا كان فيه بعض الكلام والتسريبات من صحيف التستار افريقيا المتخصصة فيه الشؤون الافريقية بالاخص بتتكلم دايما على الجوائز الخاصة بالكاف او الاتحاد الافريقي لكرة القدم قالت ان محمد صلاح هو الاقرب للفوز بالجائزة بعد ما جمعت عدد الاصوات او المصوتين للاعبي افريقيا بنتكلم على صلاح وبالتالي حسبت الحسبة وشافت الناس او كل منتخب او كل مسؤول هيصوت لجائزة افضل لاعب في افريقيا وقالت ان محمد صلاح هو الاقرب للفوز بالجائزة محمد صلاح بيقدم مستويات طيبة بيقدم اداء مع فريق ليفر بول على اعلى مستوى وكمان وجوده مع ان شاء الله مع فريق ليفر بول في صعوده الى دور الستاشر يعني مباريات تبقى قايدة هنتكلم عليها بعد ما نخلص بعض الاخبار اللي موجودة معنا علشان نتكلم على لقاءات بكرة وبعد وكمان موقف المجموعات والفرق من الصعود الى دور الستاشر محمد صلاح طبعا نجمنا المصري اللي هزرت اتكلم عليه وحذر فريق باريس سان جرمان من خطورة الثلاثي المرعب محمد صلاح وساديو مانيه وروبرت فرمينيو في مباراة هتبقى قوية جدا يوم الاربع ان شاء الله الساعة عشرة بتوقيت القاهرة مباراة تبقى قوية جدا طخ المدير الفني لباريس سان جرمان اتكلم وقال ان النيمار وامبابيج جاهزين لبدء المباراة بالتالي اكيد القوة الضربة لباريس سان جرمان لازم تكون موجودة باريس سان جرمان هدفه الاول في كل موسم انه يفوز ببطول الدوري الابطال الامر اللي بقى صعب جدا عليه يعني كل موسم نشوفه ان هو بيطلع من ادوار مبكرة الموسم الماضي طلع من قدام الريال مدريد في دورة 16 كمان السنة دي او النسخة الحالية من بطول الدوري الابطال عنده مشكلة في الصعود الى دور 16 اصلا في المجموعة بتضم نابولي وليفر بول وباريس سان جرمان وريدستار بيلجراد اي نتيجة سلبية على فريق باريس سان جرمان انا اعتقد بنسبة 70% هيكون خارج السباء في الصعود الى دور 16 طبعا تصريحات هزرد لقناة قناة البلوس الفرنسية قال ان ليفر بول دايه فريق رائع الموسم الحالي في ظل تواجد ثلاث مهاجمين فرميني وصلاح وماني لكن هو بيتوقع فوز باريس سان جرمان في حال ظهور لاعبيه بالمستوى المعهود وبيتكلم كمان بالاخص على نيمار وامبابي طبعا هرجع تانى لجائزة محمد صلاح ايزت افضل لاعب في افريقيا ان شاء الله اللي يعني هيتم اعلانها خلال الشهر القادم محمد صلاح لو فاز بالجائز هتبقى تانى مرة يفوز بها على التوالي يكون افضل لاعب في افريقيا ودي طبعا جايزة كبيرة جدا ومهمة جدا واكيد هتشرفنا كمصريين وكعرب ان لاعب مصري عربي يحصل على جايزة افضل لاعب في افريقيا نروح يعني دوري الابطال والكلام على طول الدوري الابطال وان عندنا بكرة وبعد وان شاء الله يعني جوالات مهمة جدا جدا يعني طيب يعني محمد صلاح ونروح معنا فيديو لمحمد صلاح بعد فوزه او بعد الاعلان عن فوزه بالجائزة هنروح نشوفه ونرجع نكمل طيب جايزة الابداع الروادي لمحمد صلاح فاز بيها تعالوا نروح نشوف حاجة لمحمد صلاح ونرجع نكمل مع حضراتكم الرياضي العربي المتميز محمد صلاح جمهورية مصر العربية بعد ان قدم موسما استثنائيا مع نادي ليفربول سجل فيه اربعة واربعين هدفا في جميع المسابقات كما نال لقب هداف الدول الانجليزي واحسن لاعب فيه استحق محمد صلاح ان يكون بين افضل ثلاثة لاعبين على مستوى العالم ومستوى اوروب في 2018 كما نجح صلاح في قيادة منتخب مصر للتأهل لنهائيات كأس العالم في روسيا ونجح في تسجيل هدفين فيها ناد صلاح لقب افضل لاعب في افريقيا واخجيل افضل محترف عربي في اوروبا موسيقى اهلا بحضركم من جديد وده كان الجائزة المقدمة لمحمد صلاح ربنا يفقه ان شاء الله كمان في لقاء يوم الاربع نروح بقى سريعا الى دوري الابطال وعندنا لقاءات مهمة جدا 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 هنقول لحضراتكم اهم المباريات والمواعيد وموقف الفرق من الصعود يوم الثلاثة ان شاء الله هيكون بكرة ان شاء الله عندنا معادين معاد الساعة 8 الى 5 ومعاد الساعة 10 8 الى 5 عندنا لقائين لقاء ايك اثينا اليوناني امام ايك سردام الهولندي وسيسكا موسكو الروسي امام فريق فيكتوريا بيلزن ال تشيكي دول لقائين هيكون الساعة 8 الى 5 بتوقيت القاهرة ساعة 10 ان شاء الله عندنا فريق بارني ميونيخ وبنفيكا مباراة قوية جدا 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 على ملعب آليانز أرينا ومنشستر يونيتد هيلاقي فريق يانج بويز السويسري مباراة صعبة لكن منشستر في حاجة الى الفوز بيئة الثلاث نقاط لتأكيد صعوده الى دور الستاشر بعد الفوز المهم جدا على فريق يوفينتوس في الجولة الاخيرة اما يوفينتوس في نفس المجموعة هيلاقي فريق بالينسيا الاسباني يوفينتوس اكيد اكيد لابد من هو كمان ان يفوز علشان خسر ثلاث نقاط ساهلين جدا ومهمين بعد ما كان متقدم على منشستر يونيتد 1-0 اليون هيلاقي منشستر سيتي على ملعبه وروما في مباراة قوي جدا امام ريال مدريد على ملعب الأوليمبيكو وأخيرا هوفينهايم الألماني هيلاقي شخطار دونتستيك الأوكراني دي مباريات يوم الثلاثة يوم الأربع عندنا نفس المواعيد الساعة 8-5 عندنا لقاءين والساعة 10 باقي المباريات الساعة 8-5 أتلاتكو مدريد مع موناكو ولوكموتيف موسكو مع جالاتا سراي أما الساعة 10 توتنهام هوت سبيرز مع انتر ميلان وبياس في آيندهوفن مع باشلونة في مباراة قوية أيضا وتوتنهام وانتر مباراة يعني انتر لابد يعني هنقول لحضركم موقف المجموعة لكن بروسيا دورتموند وكلوب روج وباريس سان جرمان وليفر بول المباراة المرتقبة والمنتظرة للشعب مصر كلهم يتفرج عليها ويتابعها على شهر نجمينها المصري محمد صلاح أما بورتو البرتغالي هيلاقي فريق شالكا ونابولي هيلاعب فريق ريد ستار بيلجراد كده احنا خلصنا مع حضراتكم مواعيد المباراة تمام؟ دلوقتي هنتكلم على موقف المجموعات وموقف الفرق وهاشرح مع حضراتكم واحدة واحدة كل مجموعة ومين الفرق الأقرب أنها تصعد إلى دور الست عشر المجموعة الأولى اللي بتضم بروسيا دورتموند وأتلاتكم مدريد وكلوب روج ومونكو بروسيا دورتموند في المركز الأول عام 9 نقاط وأتلاتكم مدريد 9 نقاط بيتساوا معاه في المركز الثاني وكلوب روج عنده أربع نقاط ومونكو عنده نقطة وحيدة فقط الأقرب للصعوب من المجموعة دي بنسبة كبيرة جدا بروسيا دورتموند وأتلاتكم مدريد لكن مين المركز الأول ومين المركز الثاني؟ الاتنين بيتنفسوا لكن الصعود فيها من وجهة نظري أنه محسوم للفريقين الاتنين بيقدوا بشكل كويس جدا والاتنين عندهم الإمكانيات أن تخليهم يكونوا موجودين في دور الست عشر مباراة أو مجموعة تانية اللي بتدور برشلونة وإنتر ميلان وتوتنام هوتس بيرز وبي أس في آيندهوفم المجموعة دي رسميا تم خلاص برشلونة اعتماده رسميا في صعوده إلى دور الست عشر برصيد عشر نقاط إنتر ميلان في المركز الثاني بسبع نقاط وتوتنام هوتس بيرز في المركز الثالث بأربع نقاط وبي أس في آيندهوفم بنقطة واحدة بي أس في آيندهوفم فقط تماما كود الفرص اللي موجودة أنه يكون موجود حتى في اليوروبا وبالتالي PSV عندهوفن هو خارج المجموعة تماماً ما عندوش أي أمل في أي حاجة هنا السؤال هنا المباراة اللي هكون يوم الأربع ما بين انتر ميلان و توتنهام وتسبيرز هكون في إنجلترا على ملعب فريد توتنهام يعني فريد توتنهام لو فاز هيبقى عنده سبع نقاط نفس عدد النقاط اللي موجودة عند فريد انتر ميلان وبالتالي انتر ميلان هيبقى عنده مباراة أخيرة مع المباراة اللي هتتبقى له هتبقى هي دي فرصته الوحيدة في إنه هو يصعد أو لا يصعد بسبب عدد الأهداف أو بسبب لقاء الفريقين يعني انتر ميلان و توتنهام في المباراة الأولى انتهت 2-1 مباراة بكرة لو انتهت بنتيجة أكبر من 2-1 زائد عدد أهداف أكثر لفريد توتنهام ممكن بالنسبة جدا أن فريد توتنهام يصعد وانتر ميلان يروح لليوروبا لي لكن انتر ميلان لو حقق نتيجة إيجابية بكرة بتعادل مثلا خلاص بنسبة يعني 90% هو اللي هيصعد مع فريق بشرونة إلى دور 16 في بطول الدوري الأبطال و توتنهام بنسبة جميلة هيروح إلى الإيروبا ليج علشان يلاقي فريق أرسنال وتشالسي وميلان وريال بيتيس وغير وغيره من الأندية اللي موجودة في الإيروبا ليج مجموعة الثالثة اللي فيها ليفر بول ونابولي وباريس سان جرمان وريد ستار بيلجراد دي المجموعة الوحيدة في بطول الدوري الأبطال كلها الأربع فرق عندهم نفس فرص الصعود في دور 16 يعني كل المجموعة بنتكلم في فرقين أو ثلاث فرق لكن المجموعة دي بسبب أن ليفر بول عنده ست نقاط نابولي ست نقاط باريس سان جرمان خمس نقاط وريد ستار بيلجراد أربع نقاط فريق ليفر بول هيلاقي فريق باريس سان جرمان خارج ملعبه فريق باريس سان جرمان لو كسب هيصعد إلى المركز الأول بتمن نقاط وفريق ليفر بول هيستنى نتيجة نابولي وفريق ريد ستار بيلجراد لو فريق نابولي هو كمان فاز هيصعد إلى المركز الأول هيتخطى بفارق نقطة فريق باريس سان جرمان علشان فريق ليفر بول هو اللي يكون موجود فيه المركز الثالث فريق ليفر بول عنده المباراة اللي بعد اللي جاية نابولي على ملعبه نابولي هيكون متفوق على فريق ليفر بول بحوالي 3 نقاط فريق ليفر بول محتاج أن هو يفوز على نابولي بنتيجة كبيرة علشان المباراة الأولى انتهت 1-0 وبالتالي ليفر بول يبص على عدد النقاط يبص على عدد الأهداف ويبص أيضا على المباراة بين الفريقين من مجموع أهدافهم كان أكتر فريق ريت ستار بلجراد لو فاز أكيد على نابولي هي مباراة صعبة جدا في إيطاليا هيكون في صدق بيدة جدا 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 في الصعود إلى دور 16 وبالتالي مجموعة قوية جدا جدا وهي فعلا مجموعة الموت في دوريا لابطال مجموعة الرابعة بورتو وشالك سرايا وليكم موتيف موسكو مباراة يعني مجموعة نايمة مجموعة ما حدش واخد بالو منها لكن هي بورتو 10 نقاط شالكة 8 نقاط جالت سرايا 4 نقاط وليكم 10-0 من النقاط وبالتالي بورتو وشالكة هم الأقرب إلى الصعود كأول وتاني لو استمر السيناريو في فوز فريق بورتو باللقائين القادمين وفريق شالكة نفس الكلام لكن هي مجموعة سهلة بكل المقاييس المجموعة الخمسة مجموعة بارني ميونيخ وآيكس أمستردام وبينفيكا وآيك أثينا بارني ميونيخ عنده 10 نقاط آيكس أمستردام عنده 8 نقاط وبينفيكا 4 نقاط وآيك أثينا 0 من النقاط زي ما حضر لكم شايفين الأقرب إلى الصعود هو فريق بارني ميونيخ وفريق آيكس أمستردام يعني كمان مباراة بكرة بارني ميونيخ وبينفيكا وآنا أعتقد أن فوز بارني ميونيخ هو الأقرب وبالتالي عشان ينهي على كل حظوظ وأمال فريق بينفيكا في الصعود وبينفيكا كده كده هيكون موجود في اليوروبا منشستر سيتي المجموعة الستة ليون هوفنهايم شخطار دونتسيك مجموعة قوية إلى حد ما لكن كالعادة السيتي في المركز الأول بتسع نقاط وأنا شاف أنه ضمن صعوده خلاص كأول للمجموعة عنده مباراة صعبة أمام ليون ليون على فكرة عنده 6 نقاط فريق 3 نقاط ما بينه بين منشستر سيتي لو فاز ليون على منشستر سيتي هيتساوى معه في عدد النقاط وكمان في المراكز وبالتالي ليون عنده فرصة كبيرة جدا جدا بكرة أنه هو يأكد وصوله وأنه هو يبعد تماما عن أي حسابات تدخله في الفرق سواء هوفنهايم عنده 3 نقاط أو شخطار هوفنهايم هيلاقي شخطار هوفنهايم عنده 3 نقاط لو كسب فريق هوفنهايم يعيب عنده 6 نقاط ولو ليون خسر هيتساوى ليون مع هوفنهايم وبالتالي يعني مجموعة إلى حد ما شوية معقدة لكن شخطار دونتسيك هو يعني أنا شاف أنه ما عندهش فرص في الصعود لكن بنتكلم على ليون أو هوفنهايم حد منهم يكون موجود في اليوروبا ليج السيتي أكيد يكون موجود مع الكبار في دور 16 المجموعة السبعة القبل الأخيرة ريال مدريد روما سيسكا موسكو فيكتوريا بلزن ريال مدريد وروما 9 نقاط بيتساوى في عدد النقاط سيسكا موسكو فيكتوريا بلزن 4 نقاط ونقطة وحيدة سيسكا موسكو هيروح إلى اليوروبا ليج لكن مباراة يوم الأربع ريال مدريد وروما هي دي اللي هتحدد مين فيهم صاحب المركز الأول وبالتالي هنشوف الميرينجي هنشوف يعني سولاري ولعبة ريال مدريد هيفرطوا في صدارة المجموعة لروما ولا روما هيستطيع أن هو يتفوق عليهم زي ما تفوق قبل كده وأقصى فريق باشرونة من دور التمانية لبطول الدوري أبطال أوروبا ريال مدريد هنشوف هل هيقدر أن هو يستطيع أن يفيق من الغيبوبة اللي لحقته فيه آخر مباراة أمام فريق بارو اللي خسر من خلالها 3-0 الوقت بيجري مننا لكن سريعا بعد آخر مجموعة عايز أقول لحضركم على موقف فريق ريال مدريد وكلام بتخرجه جريد الدورش بيجل الألمانية عن قائد الفريق سيرجيو رامس يوفنتوس منتشستر يونيتد يوفنتوس تسع نقاط منتشستر يونيتد سبع نقاط فالينسيا خمس نقاط ويونج بويز نقطة وحيدة لو فريق منتشستر فاز بكرة ويوفنتوس فاز هو كمان خلاص يوفنتوس يبقى عنده 12 نقطة ودمن صعوده رسميا كمان منتشستر عشر نقاط يبقى دمن صعوده رسميا أما فالينسيا بسبب فارق النقاط أربع نقاط ما بينه وبين يونج بويز هيكون موقفة أنا خلاص سمع حضراتكم استعراض لقاءات بكرة إن شاء الله يوم الثلاث ويوم الأربع في دوري الأبطال كمان استعرضت معكم المجموعات وفرص كل فريق من الفرق اللي هتكون موجودة إن شاء الله وفرص صعودهم إلى دورة 16 وبين الفريق اللي ممكن يكون موجود في اليوروبا ليج عايز أقول لحضراتكم ريال مديد وجريد الدورش بيجل الألمانية كان فيه كلام قبل مباراة إبارة لفريق ريال مديد خصر فيها 30 بعض التسريبات اللي خرجت للصحف العالمية اللي جريد الدورش بيجل متولية قصة التسريبات وقصة الفساد اللي موجود في الفيفا طبعاً بنتكلم في كلام موجود قبل كده وبنتكلم في كلام موجود يعني حالياً بيتم تسريبه مبدئياً دورش بيجل اتكلمت وقالت إن سيرجيو راموس في نهاي كاردف 2017 أمام فريق يوفينتوس واللي انتهى بفوز ريال مدريد 4-1 إنه في بعض تحليلات الخاصة بالمنشطات طلعت نتائج إيجابية وبالتالي ما تسربش الخبر لكن تم تحذير الطبيب الخاص بالفريق كمان سيرجيو راموس طلع ونفى وقال نهادي في الأمور اللي زي دي وأنا بأوكل المحامي بتاعه عشان يرد على كل المهاطرات اللي بتتقال مبارح بعد المباراة جديدة دورش بيجل خرجت وثيقة جديدة في مباراة عمام مالجة في شهر 4 اللي فات وولاياً مدريد تفوق فيها 2-1 جيه بعد المباراة لسيرجيو راموس تحليل منشطات سيرجيو راموس اتكلم وقال اتكلم وقال إنه مش حابب إنه هو أو هو بيفضل إنه هو ياخدهش الأول بعد كده يعمل بعض التحليل وده أمر مرفوض في عالم كرة القدم لازم التحليل منشطات تكون موجودة على طول بعد المباراة مباشرة هنروح سريعاً ناخد أكبر قدر ممكن من الصحف العالمية اللي موجودة وبعديها بقى نختمها حضركم نروح للصحف الإيطالية ونشوف كتبين فيها إيه الصحف اللي بتصدر صباحاً اليوم صحيفة لجازية الدولي سبورت بتتكلم نابلي تعثر مع سجل مميز لليوفي في شهر نوفمبر وطبعاً يعني أكيد بتتكلم على من يستطيع عزالة الأسكوديتو التامن على التوالي من فريق وفينتوس فريق وفينتوس رقم 8 بيحاول أنه يحاول الدرع التامن والبطولة التامن لي على التوالي في الدوريا الإيطالية نروح لكوريري ديلي سبورت يوفينتوس على الأريكا يعني خلاص يوفينتوس بقى عدد نقاط مريح بينه وبين أقرب من نفسه نابلي وكييف وأوقف نابلي تعادل اليوفي مع فالينسيا يكثر التأهل دور 16 من دوريا الأبطال وتوتو سبورت سي آر بلاس 8 يوفينتوس بالفعل ذهب بعيداً سيطرة لم يكن لها مثيل مع أرقام قياسية 37 نقطة زائد 8 نقاط فارق ما بينه وبين صاحب المركز الثاني بعد مرور 13 جولة صحف انجلترا الميرور بالكلم على الأسطورة ريو فيوردنان يحذر من انتقاد جوزي مورينيو لللاعبين الشباب علانية سيؤدي لنتاج عقسية على الفريق والمدفعجية في القمة لكن أوزيل على دكة البودلاء ديلي ستار مشكلة أوزيل وإمري يقصي مسعود وبوتش يتحدث مع ألي بشأن سلوكه دا سان بورنموث وأرسل 2 واحد واستبعاد إمري لأوزيل لأنه لن يستطيع التعامل مع ذلك جسدياً ولويز يحذر البلوز بأن يتعامله مع ذلك خسارات أمام توتنهام أخيراً نروح لصحيفة الأصل الأسبانية أخذوا صدارة الليجا واشبلية واحد وبلد الوليد صفر أشبلية ذهب عن الجميع سولاري سيراهن على إسكو بعد مستوى بيل وأسنسيو كده احنا كنا مع حضراتكم وتكلمنا معكم بشكل سريع عن آخر المستجدات اللي موجودة في الصحف العالمية والقرى العالمية بشكل عام شاء الله نشوفكم دايماً على ألف مليون خير في الأهل الليل نشوفكم على خير أصبع على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة